وصلنا خلاص لشهر خمسة وبقينا بعد العيد وانت قاعد دلوقتي محتاس مش عارف تروح فين ولا تيجي منين ولا تذكر ازاي ولا تلم المنهج ده ازاي اه يعني مش عارف لين ما بيتلمش معايا بس هيتلم ان شاء الله فيديو النهاردة ان شاء الله هقولك فيه الخلاصة وازاي بقدر ألم المنهج بتاعي في الاوقات الحارجة دي فتابعوا الحلقة للنهاية انا طرق صادق وانت منوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق اول حاجة لازم تعملها دلوقتي هو انك تنزل تعمل لايك وتعمل كومنت رطيف زيك وتعمل لي سبسكرايب عايزين نوصل لعشرين الف متابع بقى في اسرع وقت فما تبخلش عليها بضغطة الزرارة البسيطة دي وخلونا يلا ما نضيعش وقت ونتكلم عن الحاجات المهمة اللي لازم تعملها عشان تلحق تلم المنهج قبل ما تلاقي نفسك قاعد جوه لجنة الامتحان بتمتحن وبتقول يا ليتني كنت بدأت من بدري اول حاجة هقولك عليها هو انك لازم 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 تبدأ دلوقتي ما تستناش التاريخ المميز في الشهر اللي هتبدأ فيه وما تستناش لما القوضة بتاعتك تترتب بالشكل اللي انت حطه في دماغك ولا تستنى المكتب بتاعك لما يبقى متنظم ومترتب وكله خلصان ولا تقول هستنى لما اشتري الوان اللقلام والهايليتر اللي هنفس اجيبهم من زمان عشان اذكر بيهم ولا حتى اسمعك بتتحجج او تتحجيه وتقولي اصل مستنى صاحبتي او انا مستنى صاحبي اللي بنذاكر مع بعض وابنعفش نذاكر غير مع بعض اصل هو لسه مش هيبدأ دلوقتي فاحنا مقررين نبدأ سوا لا اول حضرتك لما تشيل ابح ومش هيشيل معاك كل واحد بيشيل ورقته بس مدرسة عشور سفر ابتدائي اعدادي سفر فما تخليش اي حاجة توقفك ولا تعطلك ولا تستنى اي حاجة خلص الفيديو ده وقوم دلوقتي ابدأ ابدأ دلوقتي مهما كانت الساعة دلوقتي كان مهما كان منظر قطك عامل ازاي مهما كان مكتبك عامل ازاي مهما كانت الادوات بتاعتك مش كاملة المهم هو انك تبدأ ودلوقتي ما تستناش اي حاجة وصدقني اول ما هتبدأ تلاقي نفسك ماشي هتلاقي ان الحاجات اللي انت كنت معطل نفسك عشانها مش مميزة ولا فرقت معاك في اي حاجة خالص خلاص توكلت على ربنا وقررت انك هتبدأ فعلا مذاكرة يبقى اهم حاجة تعملها لما تيجي تذكر هو انك تبعد خالص عن كل المشتتات يعني ايه بقى مشتتات يا طارق؟ يعني حاول على قد ما تقدر تبعد عن التلفزيون ما يبقاش حواليك التلفزيون عشان ما تعدش كل شوية تتابع اللي بيتقاله وانت سامع او تبص بعينك لو هو قدامك ما تشتتش نفسك ابعد عن التلفزيون وابعد عن اي حاجة ممكن تلهيك وحاول لو ينفع ما تذكرش على السرير او جنب السرير لان ده ممكن يشدك ليه كده ما تيجي تريح السرير شوية ما ترجع شهرك شوية ما تنام شوية فحاول تبعد عن السرير اما لو كانت مذاكرتك ما ينفعش المكان بتال مذاكرة غير جنب السرير او على السرير فخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس خلي بالك ما نفسك كده ما تعدش تكلمك وما تريح شوية ما تنام شوية تسيبك من كل الكلام ده ومن كل الحاجة كده واهم مشتت واقوى مشتت لازم 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 تبعده عنك هو الموبايل بتاعك اقفل الموبايل ويعينه وبعيده عنك خالص ولو بتحتاج الموبايل بتاعك في اي حاجة تخص المذاكرة زي مثلا الترجمة او الحاجات اللي زي دي حاول تشوف لها اي بديل لان الموبايل بيكون من اكبر واقوى المشتتات اللي بتأثر عليك بشكل سلبي وخلي بالك مخك كده ساعة المذاكرة بيعمل لك مشتتات ولا كانت على البال ولا كانت على الخاطر زي انك خلاص بعيدت كل المشتتات دي عنك وبدأت الزاكر فجأة كده لمعت لمبة دماغك وقلت لنفسك ايه ده يا طارق انت بقالك سنتين ما كلمتش خالتك ما تقوم تكلم خالتك دلوقتي فشوفي يا اخي سبحان الله من اول السنة ما فتكرتش تصل لرحمك وجايت تفتكر وانت بتذاكر فطول ما انت بتذاكر هتلاقي مخك بيجيب لك افكار زي دي اللي هو طارق انت جعل ما تقوم تاكل طارق انت ما كلمتش خالتك من عشرين سنة طارق امامتك كانت قالك ترمي الزبالة وانت فاجأة كده حبيت انك ترمي الزبالة ما تروح ترميها دلوقتي فالحل السحلي للمشكلة دي هو انك تحط جنبك دايما كده ورقة وقلم مخصصين للمشتتات بس اللي هو لو جافي دماغك فكرة انت لازم تزور واحد قريبك النهاردة ما تروحش دلوقتي تزوره وترجع تذاكر لا اكتب في الورقة دي هزور قريبي بعد المذاكرة افتقلت ان انت عندك مشوار مهم اكتب في الورقة هروح المشوار بعد المذاكرة وكمل مذاكرتك عادي فانت اي فكرة بتشتتك بتكتبها في الورقة دي وبتقولي نفسك انا كتبتها خلاص ركنتها على جنب كمل بقى مذاكرة وبعد المذاكرة ان شاء الله هنمسك الورقة دي نشوف الحاجات اللي كانت المفروض تتعمل وهنروح نعملها المهم ما تسمعش كلام دماغك وتقطع وقت المذاكرة لان كل ما هتيجي تزاكر هتلاقي افكار زي دي بتشدك كده ان هو انت لازم تسيب المذاكرة دلوقتي العالم كله هيتوقف والحياة هتنتهي لو انت ما قمتش عملت الحاجة دي دلوقتي النصيحة اللي بعد كده وهي نصيحة الاوقات الحارجة اللي هي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو خلاص اقل من شهر وانت دخل على الامتحانات وما فيش وقت انك تتلاكع بقى وتمشي على مهلك فتبتدي بقى تفكر هل هتلحق تحل بعد بتزاكر ولا مش هتلحق ولا هتعمل ايه فافضل حل للأوقات الحارجة دي هو انك تقدر توازي ما بين المذاكرة وما بين الحل يعني انت مثلا هتزاكر البوز ايدي النهاردة من المنهج بعد ما تخلصوا حل عليه على قد ما تقدر بحيث انك تكون موازي ما بين الاتنين ما بين المذاكرة وما بين الحل وفي مشكلة بقى بنعملها لما بنيجي نحل اسئلة هي ان الاسئلة دي ممكن تكون محلولة فانت كل ما بتحل سؤال بتروح تشوف الاجابة صح ولا غلط تحل سؤال ترجع تشوف السؤال ده صح ولا غلط بلاش تعمل كده وتعامل مع الاسئلة دي كأنك جوه لجنة الامتحان وان دي امتحانات فعلا وفي مرائب وان انت ما تقدرش تشوف الاجابة غير لما تخلص خالص وتبدأ تراجع فتوكل على الله كده وحات الامتحان حله من اوله لاخره واغلط يا سيدي براحتك وحل صح واللي يقف معاك سيبه حل براحتك كأنه جوه لجنة الامتحان بالزبط ولما تخلص بقى خالص ابقى حات الاجابات وابدأ صحح لنفسك وراجع لنفسك وشوف ايه اللي كان غلط عندك وابدأ راجعه لكن لو فضلت مشتت نفسك ما بين انك تحل السؤال وتروح تشوف اجابته كده مش هتخلص وبتضيع وقت في الفاضي بعد كده بقى بيحصل حاجة خطيرة جدا وانت بتذاكر بتبقى كده بوادر انتكاسة وانك مش عايز تذاكر وشعور بالاحباط وبتقول لنفسك هو يعني انا هيجيلي ايه بعد كل المذاكرة دي مايمكن ما جيبش الحاجة اللي بتتمناها يمكن لو انت في سنوية عامة ما تجيبش الكلية اللي بتتمناها ويمكن لو انت في كلية ما تجيبش التقدير اللي انت عايزه وتفضل بقى افكار سودوية جوه ودماغك مش سايبك في حالك مضمون الافكار دي هو انك لازم دلوقتي تتسيب المذاكرة عشان المذاكرة دي مالهاش لازمة لازم تبقى مدرك كويس ان كل الافكار دي بتجيرنا كلنا ما شاء الله علينا وان مش انت اللي شخص وحش لا الافكار دي فعلا كلنا فكرنا فيها قبلك وبعدك والناس اللي يتيجي من بعدنا برضو هتفكر فيها فلازم في الوقت ده تسأل نفسك سؤال مهم قوي هو انا ليه اصلا بذاكر هتلاقي نفسك بتجوى على نفسك انك بتذاكر عشان عايز تنجح وعايز تجيب نتيجة كويسة عشان توصل لهدف بعيد انت حطه ونفسك توصل له فاكتب كل الاهداف اللي نفسك توصل لها والنجاحات اللي نفسك تحققها في حياتك واكتب كل الناس اللي هتفرح لنجاحك ده واللي انت عايز تبسطهم بنجاحك ده واكتب كل الحاجات دي وعلقها حواليك دايما وخليها قدام عينيك دايما عشان كل ما تحس باحباط بص عليها وجدت طاقتك عشان تشجع نفسك انك لازم تكمل وما تسمعش كلام الشيطان اللي بيخزلك وعايزك تبطل مذاكرة بعد كل ده بقى انت ما شاء الله عليك بقيت بيتذاكر وماشي حلو بس خليك فاكر ان انت في الاول والاخر بشر وليك طاقة والنطاقتك دي ما تتخيرش كتير عن بطارية الموبايل بتاعك الموبايل بتاعك وهو مشحون ومئة في المئة بتيجي تشتغل به بتلاقيه شغال كويس وانت معلل اضاءة براحتك والدنيا شغال فيه زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقوله لكن مع الوقت بتدق البطارية تقل 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 مع الاستخدام لغاية ما في الاخر يتبقى كده شوية خمسة في المئة كده ولا حاجة في بطارية الموبايل تلاقي الموبايل بتاعك بدأ يقلل اضاءة بتاعته بدأ يتعب كده والاستخدام بتاعه بدأ يبقى صعب لانه خلاص يعيني هيفصل شحن فانت كذلك زي الموبايل بتاعك لو فضلت تزاكر 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 وتيجي على نفسك بطاريتك وتقطك هتفضل تقل 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 لغاية ما خلاص مش تبقى قادر تكمل وممكن اصلا تكره المذاكرة واللي قالولك تزاكر وتكرهني انا شخصيا رغم ان انا بحبك ومسانيك دلوقتي تنزل تعمللي سبسكرايب ولايك لو لسه ما عملتش فالحل الكل ده بقى هو انك تاخد لنفسك شوية وقت كده تريح فيه وعملها كده قاعدة وانت بتذاكر انت هتذاكر حوالي 45 او 30 دقيقة متواصلين بشكل جدي وان انت بتذاكر فعلا ومش بتسيب نفسك ولما بتخلص التلاتين او 45 دقيقة مذاكرة دول بتريح من 10 ال 15 دقيقة لازم زي ما مهم انك بتذاكر وبتشد حيلك هو انك برضو تاخد لنفسك راحة وتريح جسمك عشان توفر البطارية بتاعتك في العشر داق دول بقى او الربع ساعة ما تجريش تمسك موبايل عشان موبايل ممكن يشدك وبعدة للربع ساعة ممكن تبقى ساعة وساعتين ولا تروح تتفرج على التلفزيون لانه كذلك ممكن يشدك لوقت طويل تضيعه كمان من وقتك فالحل بقى في الوقت ده هو انك تقوم تمارس رياضة تقوم حتى تتمشى تعملك حاجة خفيفة كده تاكلها المهم تعمل اي حاجة بسيطة لمدة 10 ال 15 دقيقة وفي نفس الوقت ما تكونش هتشدك لوقت اطول من ده ففي الوقت ده يا سيدي انت حرفيا بتشحن نفسك زي بطارية الموبايل بتشحن تقطك من جديد انك تخش تذاكر تاني وانت جواك شغف وطاقة انك تبدأ مذاكرة من الصفر تاني وتكمل عادي وتوصل لدرجات كويسة وفهم كويس احسن ما تفضل ساعتين وثلاث ساعات متواصلين بتذاكر 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 وانت حرفيا ما فهمتش فيهم غير اول 3-4 ساعة والباقي كان مجرد حشو انت مش فاهم منه اي حاجة واخر حاجة بقى معانا هكلمك عنها هو انك ازاي تذاكر اصلا وازاي تنظم وقتك وازاي تدير وقتك وكل الحاجات دي احنا متكلمين عنها وباستفاضة في فيديوهات قديمة هسيب لكم كل الفيديوهات دي تحت في الديسكريبشن عشان تشوف انت محتاج منها ايه وتشوفه بدل ما ضيع لك وقتك اتمنى تكون الحلقة فادتكم ما تنساش اللايك بتاعك عشان بيفرق جدا معايا وبيفرحني وما تنساش الكومنت اللطيف بتاعك عشان بقرأ كل التعليقات وبتبسطني كلامكم الحلو واكيد اكيد ما تنساش السبسكريب بتاعك عشان تساعدني اوصل لعشرين الف متابعة وشارك الفيديو ده مع اصحابك لو حسيت ان هو مفيد وممكن يفيدهم اتمنى تكونوا تبسطتوا معايا اشوفكم في فيديوهات تانية جاية كتير كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته